أهلاً فيكم حبابي برج الحوت في قناتي لقراءة التاروت رح نشوف شو هي توقعتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر انقرأ عاملتل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالفيديو إشي ممكن يساعدك أو إشي تستفيد منه إشارة أو مقطع صفير ممكن تحس أنه تستفيد منه فاخد من القراءة إشي اللي بيناسك وترك أو الإشي حتى الإيجابي وترك السلبي أو الشي اللي بتحسه مش عم ينطبق عليك بدنا بس ناخد كروت توضيحية وبعد هيك رح نشوف طاقتك طاقة الحبيب وشو هي خطواتكم في المستقبل وأيضاً بصير العلاقة في المستقبل طيب مبلش بي طاقتك بالأول يا برج الحوت برج الحوت مبين عندي كتير عم يعاني من الأرق أو التوتر عم تمر بتغيرات جذرية بحياتك يا برج الحوت وفي عندك عم تحس بصعوبة بالتقدم إلى الأمام أو بالتقدم مع الشيك في عندك بداية عاطفية جديدة أو في شخص في حياتك جديد لسه ما ممكن تكون انت وهالشخص فقط أصدقاء لسه ما تتلق علاقة مع بعض ولكن في عندك بداية جديدة بحياتك وانت عم تحس انه طبيعة العلاقة بينكم تقليدية أو روحانية ممكن ايضاً عم تفكر كيف تتواصل مع الحبيب بطريقة روحانية ممكن عم ترسله رسائل روحانية عم شوف في عندك تغيرات حالياً عم تمر فيها تغيرات ممكن تكون صعبة ممكن انت تكون بوضع حالياً مش عم تعرف تنام بالليل أو متوتر في اشي يشغل بالك ولكن في عندك تقدم ملحوظ أو رح يصير أو ممكن انت حالياً عم تتقدم الشريك مع الحبيب ولكن في عندك لسه بعض المحاول أو التوتر اللي ممكن تحسه من ناحية الحبيب طيب نشوف طاقة الحبيب شو هي الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير صبور ايضاً ممكن يكون شخص من برج ترابي لانه الأبراج الترابية عادة انه تكون بطيئة بالحركة او بطيئة باتخاذ القرارات عم شوف في من جهة الحبيب او جهة الشريك اللي عم تتعامل معه في دفاعية او في تردد او هالشخص اللي انت معه حالياً بان يصور حول نفسه مش عم يسمح للعلاقة انه تتطور مش عم يستحلك انه تفوت على قلبه او ايضاً هالشخص عنده justice card ام شوفه شخص حقاني مشان هيك هو غطيء بالحركة بيحب يحلل الامور ويدرسها صح لحتى يطلع بالناتج الافضل ايضاً هو شخص دائماً بيحب يكون هو اللي على صواب او هو اللي كلمته تمشي هو اللي يطلع منتصر مشان هيك بيتردد باخذ القرار الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون عم يمر بيعنده استيارين او عم يمر بمفترق طريق حالياً وعم يحاول يختار او يوازن او يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص اخر ايضاً طيب نشوف شو هي يتعقدكم المشتركة حالياً وشو هم يكون بعض من اسواب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع اكتر ففي شخص او في عم تحسوا انه انتو مرفوضين من قبل الطرف الاخر انو الطاقة هاي مشتركة فانت عم تحس بالرفض منه هو ايضاً عم يحس بالرفض منك عم شوف انو انتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي او مجهود انفراضي عم تحس انو بدك يكون فيه شراكة اكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون ايجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لانو مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك من افضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب او رفض لتقبل العواطف بينكم في ايضاً عندكم كتير اهتمام بالسلطة او كتير يعني فيه شخص او ممكن انتو الاثنين بتحاولوا انو تمشوا كلمتكم قدر المستطاع في عندكم ميزاع على السلطة انتو هو طيب نشوف خطواتك في المستقبل او ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همشوفك همتركز اكتر على هم على وضعك العائلين على عائلتك على اهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم ايضاً همشوف انه ممكن اذا انت بعيد عن البيت همتحاول انه او اذا انت بسفر مثلاً بعيداً من البيت همتحاول انك توصل الى عائلتك او في المستقبل البعض انتم تفكيرك رح يكون باي علاقة بكثنت فيها تفكير انه بدك تستقر او بدك تلتزم مع شخص بالاجل انك تستقر لانه انت ايضاً بتحس انه او رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل مع انه رح يكون في بينكم شوي اه نزع بسيط بالحكي ما في صراحة تام رح تكون الى انه انتو رح تنظر لهالشخص كأنه اه او رفيق درب عم شوفك بالمستقبل ايضاً شوي منغلاق رح تكون او منعزل لانك عم تبحث عن اجابة لاشي معين ايضاً عم شوفك رح توفر الناحية المادية او رح تكون متحفظ اكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف انك تتأنى باختيار القرار بينك وبينها الشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وايضاً على الجهة المادية لانه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك في المستقبل نبين انه حبيب او الشريك الي عندك كتير رجد او بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقلياً او مش كتير متقبل الاراء اخرى عم شوف انه هو بالمستقبل رح يركز اكتر من ناحية انه كيف يكون مرن اكتر كيف يتقبل افكار اخرى اكتر ايضاً عم شوفه في عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول ايضاً يبعد عن عن انه مرات بيحكم هالعلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة ايضاً هالشخص طلع عنده نفس الكرت الي عندك هون The Lovers فهالشخص ايضاً بينظر اليك بالمستقبل بيشوفك او بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك ايضاً الشخص الي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده فهو بيطمح الى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن ممكن هو ايضاً يمر بمرحلة انه لازم يختار شيئين او ياخد قرار بين شيئين معينين شغل او او بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك اكتر بده العلاقة بينكم تطور اكتر او يكون فيها انفتاح اكتر تقبل اكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك اكتر طيب نشوف طاقتكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للامور يعني اذا انتو مش عم تحكم مع بعض حالياً او في فترة انفصال البعض منكم اللي بيحس انه العلاقة مش رح تتصلح ابداً او ما في الها نهاية او مستحيل انه اكون مع هالشخص هال الكرت بيحكي متل تغيير مية وثمانين درجة ايضاً في عندك نفس هالكت يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة الوضع بينكم في المستقبل رح يكون ايجابي اكتر من هيك اكتر من اللي انت عم تمر فيه حالياً برغم انه انتو مريتوا بساعة بالماضي وكان في بينكم كتير الاخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة لانه بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الكروت ايضاً قبل ما تكمل بدي احكي لك شو الابراج اللي ممكن هم تتعامل معها ممكن هم تتعامل مع برج لايية برج مائية برج هوائية ممكن هم تتعامل مع برج الميزان او برج الجوزاء برج الجدي ايضاً ولكن ممكن يكون اي برج اخر انا دائماً بنسى احكي الابراج اللي انه بركز اكتر على الطاقة انه ممكن يكون مش نفسها الابراج اللي عم بحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع من هالشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريتوا فيها بالماضي الى انه عم شوفي تطور كتير ملحوظ في المستقبل ايضاً فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط اكتر ومتقلب كتير بالزات من ناحية برج الفوت لانه عندك فانت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه هالشخص تجاه هالعلاقة عم شوفي عندكم مضجعات فيه اكتر في المستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم اكتر رح يصير بينكم بما ان الطاقة هاي مشتركة بينكم فانتو رح توصلوا الى نوع جديد من البوندينج او نوع جديد من الترابط بمعنى انو انو رح توصلوا الى مرحلة تكونوا فيها مستعدين الى انو اه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم اوكي حبايبي برج الحوت معلش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت انو فيها اي اشي بحب اني وضحه اكتر او اتعمق فيه اكتر يعني الطريق عم شوفه او خطواتك طاقتك كتير واضحة مع هالشخص الاوراق كتير تركب مع بعض كتير واضحة اوكي حبايبي برج الحوت فعيك هذة قراءتي لبرج الحوت اتمنى انو قراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيتو الفيديو لا تنسى تخطني لا تقوم بشارك وشارك وتفعل جرس الاندار لحتي بصلك كل جديد شكرا لكم جميعا ان شاء الله